انجاز مات قرية سياحية على مستوى الجنوب الجزائري كان اهم ما كشف عنه وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناحة التقليدية عمر غول من خلال زيارة العمل وتفقد التي قدته اليوم الى كل من تيميمون واضرار حيث قام الوزير بوضع حجر الاساس لمشروع انجاز قرية سياحية تابعة للدوان الوطني للسياحة كما تفقد مختلف الفنادق على مستوى الولاية مطالبا بضرورة الترويج للسياحة الصحراوية عن طريق الوسائط الالكترونية والاعلامية لازم تسير احترافي الفوينجيسيوم بروفيسونال تسير احترافي لهذه القرية السياحية باش ان شاء الله ننطلق لاننا عبر الجنوب عبر كل الجنوب احترافي برنامج قطاع السياحة ميات قرية سياحي حتى نستطيع ان نستوعب في المدى المتوسط التدفق السياحي للسياحة الداخلية وسياحة الاجانب في الجزائر عملية الاستقطاب لازم لها ميزانية خاصة عملية الترويج لازم لها ميزانية خاصة عملية يعني التعريف بالمشروع الى اخره من خلال استعمال الوسائط الاكترونية الان لا يمكن لا يمكن الان تكون منافس اذا ما عندش كذلك الوسائط بتاعك الاعلامية كذلك فضاء كما هذا زيادة على الفضاء الطبيعي قلت داخلين شي اللي يمليه انه يكون فضاء متخصص للرياضة واع التأهيل الرياضي لا ميزان فارب ضيف الى ذلك لازم كذلك فضاء صحي فضاء صحي وهنا ما ننساش عنها عندنا كان تجربات يعني الكثبان الرملية